يساعد الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة مثلا العمل في كندا أو العمل في الولايات المتحدة الأمريكية أو العمل مثلا في أستراليا سوف يجدون هذا سوف يساعدهم صراحة في فهم مجموعة من المصطلحات وكيفية نطقها من بلد إلى بلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته اهلا وسأعلمكم في فيديو جديد هذا الفيديو الذي سوف يكون بخصوص كتاب مهم الذي استعملته أنا في سنة الفين وسبعتاش الذي يخص تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق المجال المهني وهي من أهم واحسن استراتيجيات للذين يرغبون في تعلم اللغة الإنجليزية ألا وهي استعمال المجال المهني وتعلم المصطلحات التقنية الخاصة بالمجال المهني الذي يخصهم في فيديو اليوم سوف أقوم بنشر كتاب صراحة هو جزء من سلتة من الكتب حول الورش ومصطلحات التي تستعمل في الورش بخصوص بحكم أنني أشتغل في مجال العندس المدنية والأشغال العمومية هذا الكتاب صراحة فادني كثيرا فهو يتوفر على جزءين الجزء الأول هو هنا ولدينا الجزء الثاني سوف أضع الكتابين مع الجزء الأول والجزء الثاني سوف أقوم بوضعه إن شاء الله في الوصف لكي تعمل الفائدة هذا الكتاب كما أشرت سابقا فهو مقتطف من مجموعة من سلتة فهو برنامج صراحة الذي يتم فيه الاعتماد على المصطلحات التقنية من أجل تسهيل على المتعلمين النجاح والتوفيق في مصاريهم المهني الذين اختاروا صراحة أنا اخترت وعندما كنت قد حملت هذا الكتاب سنة الفين وسبعتاش فوجدت مجموعة من الكتاب لاحظ هنا يعني يمكنك أن تجد بالنسبة للذين يدرسون على الاقتصاد أو شيء من هذا القبيل لذين يشتغلون في التمريد وهناك العديد من المجالات التي تخص يعني مجالات مهنية معينة وهذا الكتاب يعني فهو خاص بذلك المجال فقط يعني هنا الكتاب استسمح الكتاب يتكون من تمانية وحدات وكل واحدة يعني يوجد فيها مجموعة من التقسيمات التي سوف تقوم بدراستها والتي سوف تعمل على الاشتغال عليها الكتاب فهو فيه تمانين صفحة كل يعني كل واحدة توجد فيها بين سبعة إلى تسع صفحات يعني يمكنك لو كنت يعني لديك مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية وشغلت على الكتاب سوف أريكم كيفية الاشتغال عليه كيفية تشغيل السمعيات كيفية تشغيل التمارين كيفية نضغ الكلمات كل هذا سوف نراه إن شاء الله يعني تابع الفيديو إلى الآخر إن شاء الله أخي الكريم كما قلت يعني في الفيديو لدينا أخذ مثال لدينا هنا الفنكشن كيفية تقديم نفسك وكيفية تقديم الآخرين سوف تستعمل في هذا في هذه المزوئة كيفية تستعمل وسوف تقوم باستعمال سوف تستكشف مصطلحة جديدة تخص المجال المهني الذي تشغل عليه لاحظ أن هنا يعني هذا أن الكتاب منصوخ هنا يعني هنا الواحدة الأولى هنا يعني بعض النقاط المهمة التي سوف تنجح في التعرف عليها عند نهاية هذه الواحدة يعني كيفية تقديم الآخرين هنا يعني يمكنك التكلم يعني عن العمل في المجال في مجال البناء وهنا يعني يعني يمكنك وصف نوع البناء وفي الأخير يمكنك كيف يمكنك فهم تصميم المنزل هنا يوجد حوار يعني يوجد حوار هلا ولاحظ هنا المغرب صراحة أينما دعبنا تجدونه هناك لاحظ هنا أخي الكريم وهو شيء مهم لماذا يعني أنا أقوم بشرح يعني كل شيء بالتدريج إن شاء الله وربما يعني أسأل الله التوفيق والسدد في هذه الخطوة هنا توجد يوجد يعني رمز لقرص يعني يوجد سيدي هنا يعني يقولون لك أن هنا في يوجد تسجيل صوتي يجب أن تستمع إليه سوف نذهب إلى الملف مكتوب أمامه نأتي هنا ونقوم بالضغط على رقم 2 لأن التسجيل هنا لاحظ أنه تسجيل رقم 2 سوف نقوم باستماع إليها unit 1 the construction industry recording 2 1 hi I'm Jun Takahashi from the ministry hi Mr Takahashi I'm Isabelle Roux I'm from France I'm the architect on this project ah I'm a building inspector please to meet you إذن كما سمعتم الإخوان فإن الحوار مسجل يعني يمكنك الاستماع إلى الحوار ويمكنك يعني من خلال الحوار يعني ملء هذه الخانات وهدف حد ذاته فهو تمرين وهذا سوف يحيلنا إلى الملف الثاني الذي آه عفوا الملف سوف نذهب إلى ملف التمارين وملف الاختبارات يعني هنا يوجد اختبارات لكل وحدة يعني عند الانتهاء من الوحدة يعني انتهاء من تمارين والدروس والمعطيات سوف تجد هنا يونيت وان تيست يعني اختبار الوحدة الأولى يمكنك القيام به بنفسك وتقييم نفسك لوحدك هنا يوجد اختبار البروغرس الذي يجمع وحدتين معا يعني هنا البروغرس تيست يونيت وان أن تو يعني عندما تنتهي من الوحدة التانية وتقوم بالاثبار الوحدة التانية تأتي إلى هنا من الاختبار يعني البروغرس تيست الآن Moz evta يعني المستوى الذي توصلت إليه عندما انتهيت من الواحدة الاولى والواحدة التانية. يعني هذا بخصوص بخصوص استسمح اخوان يعني ربما اكون اسرع في الشرح. لكن لكي لا اطيل في الفيديو. يعني هنا يعني يوجد لدينا يعني مجموعة من المعضايات. تمام. بالنسبة لي سوف موثقة مهمة صراحة. اه سوف نأتي الى الانتوداكشن. او مثلا. لاحظ هنا هاته هذا الملف. هذا ملف البي دي اف. لاحظ هنا يعني يقوم بكتابة الكلمة كيف تكتب. هنا بين قوسين بانها نعون. انها اسم. ليس سوف نرى اذا كان هناك اي فور اكزامبل ليبل is verb. اوكي? هذا اسم. يعني والتصريخ بالنسبة للاسم والفعل فهم يختلفان اختلافا اه عاما. مثل اللغة العربية تماما. هنا لاحظ يعني يوجد علم المملكة العلم انجلاطيرا. اي ان عندما تضغط هنا على هذا الاوديو لكي تستمع سوف تستمع الى طريقة النطق باللهجة البريطانية. وهنا سوف تستمع الى طريقة النطق باللهجة الامريكية. وهنا تعريف حول اه هاته الكلمة يعني هي الطبقة الاولى او يعني هناك تختلف. يعني هي الطبقة الاولى يعني في المسكن. اوكي هنا يترونزليشن اذا بغيتي مثلا اذا كنت توريد يعني كتابة اه تعريف او كتابة اه ترجمة الى هذا الكلمة لكي لكي اه لكي تقوم بحفظها مؤخرا اه فيما بعد. نأتي الى هنا تضغط على اه تسجيل اوديو. سوف اذا كان لديكم متصفح بدي اف ميت لانا سوف يقول لك بان هذا الاوديو فهو يمكن ان يكون فيه خطر على الحاسوب. تأتي الى هنا وتضغط على يعني انا اتق في هذا الملف لانه او ليس فيه اي اي خطر على الحاسوب او على المعطيات الشخصية وسوف اأتي الى هذا اصل رمز الصوت هنا. لاحظتم؟ تماما سوف نسمع باللغة الامريكية او باللهجة الامريكية عفوا. ليس هنا لكي اختلاف كبير. لاحظتم الاختلاف؟ هذا سوف يعني يساعد الاشخاص الذين يرغبون في الهجرة مثلا العمل في كندا او العمل في الولايات المتحدة الامريكية او العمل مثلا في استراليا. سوف يجدون هذا هذا سوف يساعدهم صراحة في فهم مجموعة من المصطلحات وكيفية نطقها من بلد الى بلد. الكتاب اخواني الكرام فيه نسختين. النسخة الاولى تماما مثل النسخة التانية. طبعا النسخة التانية سوف يعني يكون فيها المستوى مرتفع قليلا مقارنة بالنسخة الاولى. انصحكم اخواني الكرام بالبدء بالنسخة الاولى قدر المستطاع والاشتغال عليها. في حالة ما كان هناك اخواني يرغبون في العمل او يعني اي مساعدة فانا يعني رهن الخدمة استطيع ان نقوم بمجموعة عبر الواتساب او نقوم بمجموعة في الفيسبوك او اي شيء من هذا القبيل لكي نقوم بمشاركة اه هذه المعلومات فيما بيننا ونقوم يعني بتصفح الكتاب معا ونقوم يعني بانجاز تمارين معا انا لست يعني استدل لغة انجليزية لكن لدي من 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 المعرفة ما استطيع ان افيد به ان شاء الله. هذا ما يخص فيديو اليوم اخواني الكرام لا تنسوا يعني اه مشاركة الفيديو لتعم الفائدة ومشاركة الكتاب فدالوا على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة